أعاد خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن ظهر المدى الذي وصل إليه الخلاف مع الإدارة الأمريكية مع إعلان عباس رفض ما قال إنه يطرح في الكواليس عن دولة بحدود وقت ومطالبته بتوسيع مرجعية المفاوضات لتشمل مجلس الأمن والدول العربية أسأل واصل مدى أيدينا لصنع السلام والعمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق حل الدولتين على حدود 67 وقرارات الشرعية الدولية لتحقيق إهدافنا الوطنية لكننا في الوقت نفسه لا نقبل أن تفرض علينا حلول من أي جهة تتلافى مع هذه الشرعية أرد الأمريكي تضمن التمسك بالقرار المتعلق بالقدس ودعوة عباس إلى أن يحذو حذو الرئيس المصري السابق أنور السادات تجاه إسرائيل ووفق السفيرة الأمريكية نيكي هيلي فأن واشنطن مستعدة للعمل مع القيادة الفلسطينية لكنها لن تلحق بها إن هي قررت رفض الدور الأمريكي الولايات المتحدة تقف مستعدة للعمل مع القيادة الفلسطينية ومفاوضون يجلسون هنا خلفي مستعدين للمحادثات ولكننا لن نجري وراءكم الخيار لك السيد الرئيس أما إسرائيل فقد اتهمت عباس بالتهرب من المفاوضات المباشرة وتشجيع الإرهاب منذ أن تسلم السيد عباس السلطة خطة سلام تلو الأخرى قبلت من جانب إسرائيل ورفضت من جانبه بتعاقب ثلاثة رؤساء حكومات إسرائيلية وثلاثة رؤساء أمريكيين في كل مرة يحصل تقدم يهرب السيد عباس بن الاستحقاق جلسة مجلس الأمن أظهرت مجددا عمق الهوة بين القيادة الفلسطينية وواشنطن ليس فقط حيال مسألة القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها بل أيضا في شأن مجمل مرجعية مسار التسوية مع إسرائيل من مجلس الأمن الدولي في نيويورك نبيل أبي صعب الحراء